اظاهر بانك بخير دائما مهما عصفت بك الحياة فالكتمان اجمل بكثير من شفقة الاخرين عليك كن حذرا فالعقرب الذي لدغك في يوم من الايام لن يغيره القدر ليصبح حمامة سلام اكثر الناس قدرة على اسعاد انفسهم هم من ينظرون الى ما في ايديهم وليس الى ما في ايدي الاخرين الصديق كماء الشرب ان لم يكن نقيا صافيا فلا حاجة لك به لا قيمة لنظافة الابدان اذا اتسخت الالسنة والقلوب ثلاثة امور لا تضيع بها وقتك التحسر على ما فاتك لانه لن يعود ومقارنة نفسك بغيرك لانه لن يفيد ومحاولة ارضاء كل الناس لانه لن يكون عش ضعفك امام الله فقط ثم اخرج لهم بكامل قوتك